حفلة الوطن السعيدة هي ليس كتاب لكن هي مبادرة قائمة يعني مبادرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بمعنى الموضوع بمنطقة البساطة أن في حفلة زي ما احنا شايفين حفلة زريفة مزينة بعالم مصر الحفلة سعيدة جدا أنها بتصير على الطرق وبتصير على الكباري الجديدة فبتقطع مسافات صغيرة جدا مرتاحة وهي بتتحرك الحفلة دي ضم أطفالنا ابتداء من القاهرة الغيط أسوان راجبين الحفلة الحفلة بتقف عنده محطات كل محطة مشروع قوم طيب احنا عايزين بقى نتكلم عن المحطات وأعتقد أن وجودك أنت شخصيا بما أنت اللي كاتب المحتوى وجودك في أي مشروع من هذه المشروعات بينعكس بالتأكيد على طريقة أدائك وطريقة كتابتك لهذه القصة حفلة بدأت المحطة تقيتها من أول محطة لها العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية رصدنا إيه في العاصمة الإدارية وإزاي رصدناه بطريقة تناسب الأطفال بمنطقة البساطة احنا كنا عايزين نوصل الأطفال لأن احنا زي ما احنا عارفين أن اعتماد الأطفال أصبح على جزء كبير جدا من المعلومات اللي بيأخذها عن طريق الماديا عن طريق الانترنت فطبعا احنا عارفين ان مصر في مرحلة معينة كانت مرحلة بناء المرحلة دي كان واقف ناس كتير جدا بتشكك في المشروعات القومية العظيمة اللي بتتم على أرض مصر وده كان بينعكس على الأطفال كمان انهم بيقروا الحاجات دي من خلال الانترنت معلومات مقلوطة بالشكل الكبير فانا قصدت من خلال ان الحافلة بالفعل توقفت في العاصمة الإدارية الجديدة الأطفال نزلوا قبلوا المهندسين القائمين والعمال اللي بنوا العاصمة الإدارية الجديدة فابتدأ يوصل لهم تمام ان هذه السواعد التي بنت هذا الانجاز عاصمة من أعظم العاصم ان شاء الله هتكون من أعظم العاصم في العالم بتخطيطها بالمباني بتاعتها بالتنظيم بتاعتها بكل الأمور دي بالخدمات الموجودة فيها فالأطفال نزلوا شافوا المشاريع اتكلم المهندسين معاهم استحبوهم في جولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة انهم يزوروا كل ركن فيهم وابتدوا يدون معلومات مبسطة بمعنى مساحة العاصمة الإدارية الجديدة قد ايه ده أعظم مسجد الفتاح العليم أكبر مسجد موجود في قرة أفريكيا بالكامل الكنيسة وحتى احنا لما نشوف يعني انا قصدت حتى في قصدنا في الغلاف بتاع الكتاب ان يبقى فيه رموز معينة يمكن هتلاقي هنا ان عالم مصر فوق الجميع أعلى مكان موجود العالم بتاع مصر تحت منه أكبر أكبر جامع اللي هو الفتاح العليم والكتاب الرئيس اللي اتنين موجودين مع بعض متعنقين كأخوة يعني حتى في اللفظ في الكلام ده كله فطبعا ظهروا الكلام ده كله اتدت المعلومات بشكل غير موجه يعني انا قصدت كمان انه باش كتاب مدرسي ان الطالب عا يدخل ياخد أرقامه يدخل يمتحم فيها لا كمان بشكل غير موجه حتى الصور نفسها بترسخ في زهن الأطفال بيميل من المعلومة الموجهة بشكل كبير لكن ما نقدرش نتغاضع عن المعلومة يعني ما ينفعش ان احنا نتغاضع عن المعلومة لكن نقدر نبسط له المعلومة وندهاله بشكل بسيط إلى جانب نقطة مهمة كمان يعني أحب قبل ما ادخل للجولة التانية بتاعة الحافلة السعيدة انه كل طفل من الأطفال اللي كانوا موجودين في الحافلة كان بيصدر الثقافة المحلية بتاعته بتاعة المحافظة يعني انا مرتبطش مثلا ان اقول مشروع الرمال السوداء في محافظة في البرولوس لا انا اتكلمت عن الضميات كمان يعني ابتدوا طفل يطلع في وسط الحافلة ويقول لهم انا قلتلكو في مدينة الأساس انا قلتلكو ان محافظتي مش بتشتغر بالحلويات بس لكن محافظتي بتشتغر بالأساس واجود أنواع الأساس الموجود وان احنا بنصدره برا وانتوا هتنزلوا تشوفوا طبعا واخدهم صديقهم الموجود معهم ابتدوا ينزل معهم كمان ويحكي عن تاريخ مدينة الدميات يحكي عن تاريخ البرولوس فحكينا عن كل المحافظات بتاعة مصر عاطينا كمان معلومات كاملة عشان نقدر نقرب الأطفال من بعض يعني الكتاب لا يحول مشاريع قومية بس لكن فيه نبزة مختصرة كمان على المحافظة القائمة فيها هذا المشروع طيب بعد العاصمة الإدارية روحت بشاير بشاير الخير ده مهم جدا شكرا شكرا